قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع أحسن الله إليكم يقول السائل بعض الطلاب إذا قيل له احفظ القرآن وبعض المتون يقول أنا لا أستطيع وأجد صعوبة فما علاج هذا اليأس القضية قضية تعود وكسل والحفظ سهل والله عز وجل يسر القرآن ولكن الإنسان إذا تعود على قضية فإنه يتقاصر عن غيرها وأنا أقول إن الذهن كالطفل يدرب ويعود لكن لا تحمل ذهن كما لا يطيق في أول الأمر بعض الإخوة يقول أنا أريد أن أحفظ القرآن في ستة أشهر في ثلاثة أشهر وذهنه لا يستطيع هذا هذا ييأس لكن ينظر ماذا تستطيع تستطيع أن تحفظ ثلاث آيات ابدأ بهذا في كل يومك تحفظ هذه الآيات الثلاث وأنت في السيارة تردد الآية الأولى وأنت في مكتبك ليس عندك شغل تردد الآية طوال اليوم إذا وجدت فرصة ثم في اليوم الثاني تحفظ ثلاث آيات أخرى ستجد بعد فترة يسيرة أنك تستطيع أن تحفظ ستة آيات في اليوم ثم بعد فترة يزداد حفظك فدرب نفسك على هذا الأمر وستجد أنك بحمد الله تستطيع أن تحفظ لكن بالمقدار الذي تطيقه ولا تنظر إلى الآخرين لا تقول فلان حفظ القرآن في سنة إذن أنا أحفظ في سنة الله فتح عليه في سنة ربما تحتاج أنت إلى ثلاث سنين لكن المهم أن تحفظ ولو بعض القرآن الذي تستطيع ما تستطيع أن تحفظ القرآن كله احفظ ما تستطيع بعض الصحابة مات وهو لم يكمل حفظ القرآن وهذا لا يعيبه ولكن ينبغي علينا أن لا نستسلم للكسل والعادة وإنما ندرب أنفسنا لا سيما طلاب العلم ومن استعان بالله أعانه الله وأنا دائما أوصي الإخوة بمسألة الدعاء أن يكثر الإنسان من الدعاء إذا أردت التوفيق في طلبك العلم فبعد الإخلاص وحسن الطريق أكثر من سؤال الله عز وجل واجعل لك خبيئة في العبادة لا يعلمها الناس تكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى من قيام الليل من صدقة من إحسان إجعل لك خبيئة إجعل لك خبيئة لا يعلموا حتى أقرب الناس إليك فهذه من طرق التوفيق في طلب العلم فمن أخلص لله وأحسن الطريق واتطرح بين يدي الله عز وجل ولا سيما عندما يعظم رجاء الإجابة في السجود وفي آخر الليل وفي يوم الجمعة في آخر ساعة بين المغرب والعصر وجعل بينه وبين ربك خبيئة لا يعلمها الناس فإنه حري بأن يوفقه الله عز وجل وأن يحقق له مراده في طلب العلم